أستطيع أن أقول بأن حزب العدالة والتنمية بالمسلسل النهائي يمكن بالجزم أنه حزب إن باتقى من شعب وإن باتقى من ماهدين أولين يريدون أن يوصل فكرهم إلى أبعاد المستويات على مستوى نقاط الوطن إذن هذه المرحلة لقد غطتها الآخر لكما قلت لننتقل إلى هذا الحزب الذي نتحدث عنه منه وماذا كان يريد حزب العدالة والتنمية عندما نفكر فيه وعندما نريد أن نجد ما هي المبادئ التي طرحها في البداية كما جميع الأحزاب عندما تتأسس فإنه لا يمكن إلا أن نذكر بأن أي حزب في أي مجتمع يجب أن تكون له رسالة يحرص على أدائها ويحرص على توضيح وتبيان مبادئها ويحرص على الدفاع على أفكارها ومقرراتها ويحرص كذلك على تطوير هذه الأفكار والأساليب التي يجب أن تتبعها وكذلك يحرص على ديمقراتية أجهزته في مجتمع ديمقراتي وعلى شرح توجهاته واختياراته وبالطبع وعلى الأساس على القيام أو الأوديولوجيا أو العقيدة التي يؤمن بها إذن حزب العدالة والتنمية من المرحلة الثانية بعد التأسيس كان واضحاً أنه كل الاختيارات التي اختارها كانت صائبة اختار أن يكون حزباً يبني كل أطروحاته أساساً وعملياً في مجتمع المسلم على أن الإسلام له دائماً إشعاعه وله حضوره وهو إسلام قابل للتجديد وقابل أيضاً للعيش في كل عصر لأنه مرجعيته هي مرجعية إلهية كذلك هذا الحزب حدد من الأساس أنه لا يمكن له إلا أن يعيش في نظام ملكي ديمقراطي إذن الملكية جزء من هذه العقيدة كذلك هذا الحزب آمن بأنه لا بد أن يكون أسس الاختيارات وأسس تدافع كما يقولون داخل هذا الحزب على أساس النقد الداتي البناء كذلك إختار أن يكون هذا الحزب يدافع عن الوطن في شخصه أو في أبنائه وكذلك في حدوده وبالتالي كانت الأسس واضحة وكانت هذه الأسس دائماً هي التي أسست للحركة الوطنية المغربية في نقائها الأول وفي سيرارتها الأولى لكن حزب العدالة والتنمية من جديد يمكن أن نقول إنه يريد أن يبني مواطناً على أسس يتكاد أن تذهب بها الرياح في مجتمعنا وبالتالي فإنه فيما أرى وفيما رأيت أنه كان يربي أو كان يحاول مع منخارطه أن تكون المبادئ الأساسية التي أقلتها قبل قليل أن كل مناضله يجب أن يبنى تفكيرهم على قيم الإسلام الخالدة في حياتهم وعلى الصدق وعلى النزاهة وعلى الديمقراطية الداخلية وعلى التجديد وعلى قدسة المال العام إلى غير ذلك من الأخلاق السامية في طربية الأجيال وكذلك يمكن أن نقول بأنه كان حزباً منفتح على العلم وعلى التكنولوجيا لا أقل من دليل على ذلك أنه أول حزب سياسي في الانتخابات استعمل كل الوسائل التكنولوجية الحديثة وهذا شيء يسجل له هذا الانفتاح على العلم وعلى كذلك كذلك لا بد أن نشير بأنه ليس فقط نبه بالأفكار والكتابات ولكن بالعمل على أن تكون الديمقراطية الداخلية شيء أساسي وبالتالي لربما هذا هو ما يحفظ له وجوده وكيانه رغم أنه كما أشار قبل قليل بأنه يعني لا يمكن أبداً أنه يصله يعني من أي طريق يعني تدخل الآخر فيه لأن الديمقراطية الداخلية حمده في أجهزته في انتخاب أميني العام في انتخاب نوابه في انتخاب وزرائه يعني كان شئاً جديداً على الصحة السياسية المغربية وبالتالي حزب بمثل هذا البناء الأساسي لا بالنسبة للمجتمع ولا بالنسبة للمخارطين حزب استحق أن يوجد في الخارطة السياسية المغربية بامتياز تلك الخارطة السياسية التي كنتم تعرفون كيف كانت سنة 1696 وقبله عندما انشأها حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية يجب أن أن نقدر أو دعب حتى للفكر النقدي ولكن بمضوعية أنه يمكن اعتباره بأنه الحزب الذي عاش زمناً قصيراً ولكن ذلك الزمن القصير لا يقاس بمثل بمثل ما استطاع حزب العدالة والتنمية أن يصل إليه فحزب العدالة والتنمية الذي تأسسها سنة استطاع في سنة سبعة وتسعين أن يدخل إلى البرلمان بأربعة عشر مقعداً يعني بعد الانتخابات لها الجزئية لكن قبل ذلك كان أقل من هذا العدد ولكنه مر في مراحل حتى وصل إلى العدد النواب قبل ألفين ألف وتسعمية و ألفين و أحضاش وصل إلى تمانية واربعين نائب تمانية وسبعين نعم أنا مازال وصلتاً في ألفين وحضاش قبل تمانية واربعين في التسعينات أنا عندي رقم ثمانية واربعين نشوف هنا يجبتوا على كل يحل خمسة واربعين ثمانية واربعين بحال 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 المهم أنه هذا الحزب وهو من البداية بطبيعة الحال كان حزباً معارضاً ولكنه الوعي ولربما تجدر الوعي ولربما الدروس التي استفادها الجميع من حقبة التسعينات وهي حقبة استثنائية لا في التاريخ البرلماني ولا في التاريخ السياسي للبلاد عندما تأسست ما سمي بحكومة التنوب آنذاك لربما اشتقى يعني موقعه داخل البرلمان مما سماه المساندة النقديا وهذا يعني كان شيء أظهر بأنه حزب لربما كغيره من الأحزاب قردات الطبع الإسلامي لم يكن مرهوباً فيها أن يكون في هذه التجربة ولكنه بكل أريحية ساند الحكومة ساند حكومة التنوب لأن المهمة أعتقد كان عند قيادته ومناضله أنهم يجبوا أن يستجيبوا لمثل هذه التجربة ويدعمها بكل قوة وبكل ما يستطيعون من أجل أن يخرج المغرب من الأوضاع التي تعرفونها جميعاً والتي لربما كانت نهايتها هي تأسيس هذه الحكومة وهذا موقف لابد من تذكره وبعد ذلك سنة 2011 وكلكم تعرفون ما كان سنة 2011 كان هناك ثلاث أشياء كانت حركة عشرين براير ولا أريد أن أغطيل في الحزب كان الحزب يعني رسمياً موقفه منها معروف وهذا يؤكد إيمانه بأحد الأسس المبنية على هذا الحزب وهو الإيمان بالنظام الملكي كنظام راسخ ودائم في المغرب المسألة الثانية أنه كان دستور جديد بكل معنى الجدة في تاريخ الدساطير المغربية رغم ما نواخده عليه في بعض فصوله التي إن شاء الله يمكن أن تتغير مثل كل الدساطير التي تغيرت وهذا شيء مهم وأساسي والمسألة الثالثة والمهمة أنه هذا الحزب كان هو الحزب الأول لا ربما بمائة وخمسة وعشرين مقعداً مائة وسبعة عشر مقعد مائة وسبعة مقعد مائة وسبعة مقعد ولكن كان هو القوى الأولى وهنا حزب لم يشارك في الحكومة أبداً ولا فئية حكومة حزب لأول مرة سيقتحم الشأن العام بمسؤولية كاملة بطبيعة حالة رعاية الملكية هذا شيء أساسي فكان أن الشعب المغربي وقد وضعت أمامه جميع الاختيارات بالنسبة للأحزاب سواء الأحزاب المنبتقة من الشعب التي ضيعت بعد رصدها وكذلك الأحزاب التي تخلقها الدولة في كل مناسبة الانتخابية وأحياناً خارج المناسبة الانتخابية كان حزب العدل الـ 200 كانت صدارة واستطاع واستطاع أنه بالفعل كانت المظاهرات لا تزالوا في بعض المدن كان الوضع يستطيع يعني يستطيع لأي محلل أنه يعرف إلى مدى سيؤدي تلك تفاقمت الحركات التي سميت حركات برير 2011 ومع ذلك استطاع الحزب الذي تولى الحكومة لأنه هو الحزب الذي جاء بالأغلبية وهذا يرجع فيه الفضل إلى صاحب جلالها الملك محمد سديس شفاه الله الذي حقيقة يعني احترم الدستور احترم الديمقراطية وكان الأمين العام للحزب هو رئيس هذه الحكومة إذن حزب عندما كان في البرلمان على الأقل تحسب له إلا احتلأ طل المساندة النقدية لحكومتها المرحوم سعد محمد يوسفي وعندما جاءت الانتخابات أول انتخابات وأول دستور للملك محمد سديس كان حزب العدالة التنمية في الحكومة تجربة كبيرة وكبيرة جدا على ناس لم يمارسوا الحكم أبدا في حياتهم حتى أنه يمكن القول والتكرار بأن حزب العدالة في ذلك الزمن القصير الذي تمرس فيه إلى الدماء داخل ردهات البرلمان واللجان وعرف الملفات العامة والملفات أحيانا الخاصة واستطاع أنه يكون حقيقة أنه ليس فقط جدير بدير كل مكانه ولكنه كان أداء مبهرا وعندما أتكلم عن حزب العدالة التنمية في الحكومة إنني أتكلم على الفترتين التي كان فيها الأخ عبد الإله والفترة التي جاء فيها الأخ سعد الدين العثماني وبالتالي هذا الحزب يمكن أن نقول أنه بالنسبة للأداء الحكومي استطاع سواء تعلق الأمر بتوجهات العامة أو تعلق الأمر بالشأن الاجتماعي أو تعلق الأمر بالشأن الاقتصادي أو تعلق الأمر بالتخليق أن يكون استطاع أن يبلور أفكاره واستطاع أن يدعى بعدها في القنوات الطبيعية من أجل أن تخرجها للوجود وهذا شيء مهم وأساسي بالنسبة لحزب لم يمارسي الحكم فوجد نفسه في عمق تسير الحكم أي رئاسة الحكومة وما إليها إذن عملياً في الحكومة لا أريد أن أتحدث عن كل ما هو ما قمت بها هذه الحكومة لأن هذا ليس مضوعنا اليوم ولكن يعني لابد أن أشير على سبيل المثال وسبيل المثال فقط إلى أن هذا الحزب هناك شيء لابد أن يذكر رغم ما يتار الآن من نقاشات نقاشات ومن يعني إعادة تلويك الكلام إذا صح التعبير رغم أن الأمر واضح إذا أردنا أن نتكلم مثلاً في مضوع واحد الذي هو يتعلق بصندوق المقصة هذا صندوق المقصة يعني أعرف بأن جميع الحكومات المتعاقبة كان التهاب أن تصل إلى ليس فقط إلى تغيير أو إلى الحدف أو إلى فقط إلى تفكير في كيفية معالجة أمره وكثير من المعالجات يعني حضرت في بالنسبة لأداء الحكومة السابقة ولكنه بالنسبة للعدل والتنمية والحمد لله اللي كان موجود في الحكومة أقولها بكل صدق لأنه عندما وصل المغرب إلى أن يكون يعني ميزانيته يعني سبعة في المئة وصلت إلى الخلال عندما كانت الملايير ملايير ملايير التي لا يعرف أحد كيف تصرف ولا أين تذهب ولا ولا هذا الملف عرياد الطبق وفهم المغاربة أين يقع الخلال بالنسبة لهذا الموضوع المهم إذن في عام 2012 الذي هو تاريخ السنة الأولى للحكومة كان هذا صندوق بلغ ستاء وخمسين مليار درهم ثمانية وربعين مليار درهم كانت تذهب إلى المحروقات هذا أداء الواحد العجز كما قلت إلى تفقم المديونية إلى أزيد من سبعة في المئة وهذا خلل خطير لربما يدين حتى المتفائلين يقولون عندما يصل الأمر إلى هذا لربما أننا سنعيش في إفلاس مال سبعة في المئة ليست بشيء بشيء السهل عندما اتخذت القرارات تراجع العز سنة 2015 إلى أربعة في المئة بمعنى حوالين نصف سبعة في المئة أربعة في المئة هذا الإصلاح وحده إذا حسب لحزب العدالة والتنمية سنكون حقيقة أننا مكننا بلادنا من إعادة أو استعادة التوازنة المالية وتوفر لها مبالغ مالية كانت هي المبرمجة في ملف الإجتمال وهذا شيء يجب أن نتذكره دائماً لأن كل ما نسمع الآن أنا لا أريد أن أدخل المزوط ومكاداو يعني الشعب كفان هذا لقد عيشنا جميعاً كيف كانت مقاطعات بعد استصيونات البنزين بأن الشعب كان خاضراً وعارفاً يعني القرارات التي تتخذ لصالحه كان يعرفها فلهذا بقية المشكلة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن في دولة مثل المغرب البنزين نراه يعني في المحطات التوزيع يعني لا يتوازى مع ما وموجود في العالم كله الذي له معايير في كفيته طبط هذا الموضوع أختصر كذلك لأصيل بأن حزب العدالة والتنمية لم يتغير أبداً بالنسبة لمبادئه سواء كان في الحكومة أو كان خارج الحكومة والأمثلة كثيرة ولكنني لا بد أن أتحدث على الأقل أو أشير فقط لأن الوقت لم يعد الوقت يدائمنا على الأقل يجب أن أشير إلى بعض المسائل أو بعض الرؤوس الأقلام التي كان حزب العدالة والتنمية مع نفسه وضد نفسه في نفس الوقت حزب الله يريد أن يفرط في مبادئه ولكنه كان وجوده في الحكومة فإنه لم يكن ليقبل بالخروج على المبادئ الأساسية أولاً قضية اللغة العربية وكلكم وكل الإخوة المتتبعين عاشوا ما كان في البرلمان بالنسبة لقيادة الحزب وبالنسبة للإجراءات التي جاءت بها الحكومة ثانياً تذكرون بأنه القاسم الانتخابي يعني هذا التعديل المؤلم التي كانت قابلته الحكومة وهي أنه النتيجة تكون على عدد المسجلين وليس على عدد المصوتين يعني كان الحزب له موقف متكامل بين النواب وبين القيادة السياسية كذلك فيما يخص القنب الهندي وقد الله ربما الآن يجب أن ننظر وننتظر هذه التجربة التي كان له موقفون مشرف موقف ولكن الموقف الأكثر والمهم جداً هو أنه حزب العدالة والتنمية وقد كان القدر الإلهي أو تدمير الإلهي أن يوقع عضو من هذا الحزب كان رئيس الحكومة يوقع تطبيع مع إسرائيل الحزب بالنسبة لهذه القضية يعني يعتبرها بأنها خروج على المنهجية وعلى ما تعهد عليه المهيد الأولون وعلى ما تعهد عليه في كل مؤتمراته وبالتالي كانت الصرخات مدوية ولكن بكل أسف بكل أسف هناك أقلام وأبواق تسوغ ما لا يمكن تسوغه هناك ناس بكل أسف نبتوا في هذه الأرض الطيبة نبتة يعني غير صالحة أبداً يعني ليست وظيفتهم إلا تخطيم القيام التي أمن بها المغاربة على التوام فلهذا يشنعون بأنه حزب العدالة والتنمية وقع على التطبيع يعني هذا شيء يعني أعتبر بأن الموقف الذي اتخذه الحزب هو الموقف الصحيح والسليم قد يكون أحدنا داخل الحزب وهذه وقعت وأنا أعرف أمثلة كثيرة لأن أسمحت في حكم التاريخ لا ضرورة للقول بها أو لترديدها وحتى من باب السريات فإن كانت في نطاق السر أنه أخطأ كثير من القادة مع حزابهم في مرحلة من المراحل ويمكن حتى السي العثماني أكثر ما يمكن أن يوصف به أنه خانته استجعى الحزبية تحت ضغطي واقع ومن يستطيع أن يقول لرئيس الدولة في مجتمع مثل مجتمع المغربي وما لك يا أنا لن أوقع معك هذا يعني يعني يجب أن نعرف كيف أن هذا الحزب يعني جعل من مسألة تطبيع ونوقع واحد بالحزب أخطأ واحد أخطأ عشر في الحزب على توقيعه شيئة لا يمس الحزب ومبادية في الجوار فالذي تتبع شأن الحزب والآمين العام للحزب وقيادة الحزب عندما تتخذوا الموقف ليكون ذلك هو الموقف الرسمي والرئيسي أريد أن أقول بأنه هذا الموقف الآن تجلى إلى الأمس وهي الرسالة التي المفتوحة التي بعتها الأخ عبدالله بن كيران إلى الرئيس الفرنسي مفتوحة وبالتالي هذه قمة السجاعة لأنه يعني ما كان من حقير برلمانيين أنهم يسكتوا ولا أن يقفوا ولو خطب مكروم في الجمعية الوطنية الفرنسية وقال كلاماً مثل ذلك الكلام بالنسبة لشئين داخلين لسر الغليان داخل قاعة البرلمان وهذه يعني تحسب كذلك لحزب العدالة والتنمية لا بد من الإشارة إلى شيئين أساسيين حزب العدالة والتنمية ولو أنه في المعارضة لأنه ليس أن يكون الإنسان في الحكومة هو أن يكون متبكناً من أدواته فالموقف الأخير الذي سجلناه للعدالة والتنمية هو المتعلق بمدونة الأسرة مدونة الأسرة سيبقى دائماً في تاريخ التشريع المغربي أن حزب العدالة والتنمية كان في مقدمة بل لربما الحزب الوحيد الذي يعني كتب المذكرات وأرسلها يعني أعمل التجمعات وفضح الأبعاد وهذا الشيء هذه الحركة لربما وصلاسدها لأننا ما علنا إلا أن نسعى لخير الوطن أما الاستجابة هي من الله كانت هذه الحركة ديالت مدونة الأسرة بعد تجمع لهذا الحزب في مدينة الضربدة أعتقد بأن الاستجابة ديال جلالة الملك إلى هذا الموقف الذي كان واضحاً لأن ذلك التجمع حضره المغاربة من جميع أنحاء المغرب كانوا ممتلين للمغرب كله ساحب الجلالة أحال المدوعة برمته على العلماء ولا أعتقد أن عالم قد يستطيع مما كان أن يخالف القرآن أو السنة النبوية وبالتالي هذا ربح كبير شاء بي حزب العدالة والتنمية بقي شيء بقي شيء أخر وهو الأفاق أنا الأفاق عندي بزاف ما نقول ولكن أريد فقط أسمح لي السيد الرئيس أنني أختم بفقرتي أريدها أن تكون هادية لحزب العدالة والتنمية وهو مؤتمره هذه الفقراء هي مأخودة فقط من بيال الختمي لدورتكم في المجلس الوطني الأخير يناير 2024 هذا هو المنهج والطريق الذي يمكن به أن تفيدوا المغرب وأن تدعمون التقدم الحقيقي للمغرب وأن تدعموا حقيقة كل المبادئ التي يؤمنون بها والتي الآن خفت الصوت للجاري بها فلذلك ماتت السياسة وقتل السياسيون عملياً اسمح لي السيد الرئيس أنني انقرأ هذه الفقراء والفقراء المبادئة منها كلها هي ستكون البرنامج جديد العدالة والتنمية أو الأفق العدالة والتنمية في المستقبل هذا خططوا بأنفسكم ولكنني شخصياً أبصم عليه بالعشرة يحدد المجلس الوطني من خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد وتجلياته الواضحة على مستوى فقد انتقى في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممتلاء للطبقة الشغلة هذا هو النقد الداتي الذي جعلتمه أحد ركائزكم وتراجع أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية وهو ما أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية التي أقدت صوابية تحليلنا الذي نتهيأ له منذ تشكيل هذه الحكومة التي تعاني منذ اليوم الأول من أزمة مركبة وهي أزمة مشروعية وأزمة ثقة وأزمة فعالية وأزمة التواصل وهو ما حصل حول المؤسسات المنتخبة ما حول المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار الواجب في الوقت المناسب هذه الفقرة وما بعدها في هذا التقرير لآخر اجتماع عقدة والحزب التي أريد أن تكون واضحة في كل قرارتكم ونرجو لمؤتمركم إن شاء الله تنجحها والتوفيق